انا من قرية اسمها مخنان جنب مدينة الحومدية بداية كانت في نادي سكر الحومدية وانا عندي سبع سنين كان جوز اختي هو اللي وداني النادي وكده عشان اجرب النادي عبكورة وكده ما كنتش حاضطي دماغي قوي روحت مع كابتن حربي من عندي من البلد وتقايدتي في الفيرة فرت ثمان سنين كتأكبر مني في سنة وعدت هناك حوالي سبع ثمان سنين ودركت بقى انك معهم في الناشئين يعني فيه كابتن كتير لهم الفضل علي كابتن محمد سعد وكابتن ابراهيم كابتن احمد غالي يعني كابتن ابراهيم صالح كابتن كبير كتير يعني لهم الفضل علي هناك في النادي اول مرتب ليه كلعيب كورة كان حوالي مية وعشرة او تسعين جنيه مش فاكر يعني حاجة زي كده كان عندي ثمان سنين يعني بعد ما تقيت بسنة اول سنة مخدتش فلس خلص بس كنت مبسوب بهم جدا يعني اول مبدأت لعب كلاعيب كورة بدأت كراس حربة بعد يجي كابتن محمد سعد ده عندنا فنان سكر الحمدية هي لازم تلعب سرد باك كنت زعلان وكده بعد كده عرفت انه عايز للصاحة وكده والحمد لله طبعا بشكره طبعا كنت ماشي رايح اسوان رايح تعت مع كابتن مجدى عبد العاطي وخلاص همضي في اسوان بكرة وكابتن سابت صاروخ بس كلاعيب كابتن ميدو ان انا عايزة لقعارة كان هو لسه مسكنا يعني اول يوم قال انا هجربكم معي اسبوعين كنت انا وحوالي اربعة كمان من ناشئين انا وعبدالله مجدى اللي في بيرامدز والصغير اللي في فاركو وبالتاجي يجون في المقصة دلوقتي بس فربنا كرم اللي اتمرنت معا اول اسبوع تاني اسبوع عمل ثلاث ماتشات وديين ثلاث يام واربعة ثلاث ماتشات ثلاث يام ربنا كرمني لعبت اول يوم وظهرت بشكل كويس جدا تاني يوم جبت جون في الماتش وربنا كرمني وكابتن عادل مصطفى بيتكلم معي كويس جدا وكابتن ميدو بيتكلم معي كويس جدا فعفلت موضوع اسوان وكملت مع المقصة وربنا كرمني بقى وكملت مع كابتن ميدو هو الاول مكمل ديني سكة يعني كاملة جدا في المعسكر هو كابتن عادل مصطفى بصراحة يعني البعد ربنا برضو في يعني كمدربين وكده كابتن ميد وكابتن عادل مصطفى وقفوا جنبي كتير جدا. انا وعبد الله كنت مع كابتن بنتمرن بشكل كويس جدا. قالينا ان شاء الله هتاخده وتبقوا موجودين وكده. عدى اول ماطش امي الدوري. وانا كنت موجود مع الفرع الحمد لله كنت موجود على الدكا. وثالت ماطش كان الجنة في الجنة. بس فالحمد الله كان اول ماطش اللي هي في الدوري ممتاز فكان كانت اللعبة كلها قفى جنبي بصراحة. كابتن صلاح امين كان يعني زي اخوات كبير. كابتن مودي. كابتن عاصم سعيد. محمود حمدي. كابتن صلاح عشور. كابتن شوبيتر. الناس كلها كانت توقفى جنبي بصراحة وما حسيتش ان انا لسه طلع الفرع صغير وكده لا لا كلهم واقفين جنبي ولا اي حاجة. حتى الماطش ده خسرنا واحد سفر. بس الحمد لله كلهم اتكلموا معي ان انا كنت كويس جدا في الماطش ده. بعد كده بقى خلاص لعبت الحمد لله المصري دي جلال ما تشكل لها الحمد لله. كابتن صلاح امين طبعا ده اخوة كبير. ده الفاكهة بتاعت الكرة في مصر. وقف معي كتير جدا ويتكلم معي انت هتلعب وهتبقى موجود وهتروح كتك كويسة. يعني كان بيقف معي انا واحمد صباحة بتاع المكسة. كان على طول يعني كان هنا اخوات الصغيرين مش مش اللعبة معي في الفرع. محتاجين اي حاجة نروح له. اي حاجة بصراحة كان بيقف جنبنا. كان بيتكلم مع المدربين كلهم اللعبة دي تاخد. اللعبة دي كويسة وان شاء الله يبقوا موجودين كنت انا مع عبدالله وصبيحة. اللعبة دي لازم تاخد وكان بيتكلم معنا ان انت اعتقدوا ان شاء الله تبقوا موجودين وتكسروا الدنيا. فالحمد الله طبعا يعني احمد ربنا طبعا. كابتن خالد بصراحة يعني زي والدي وبيقف جنبي كان فيه اخطاء السنة اللي فاتت مثلا بيعدلها. ولعب وما يهمكش وكان معي مدافعينك يعني كبار جدا زي كابتن محمد مجدي كابتن كوفي كابتن دبش. وامير متحط. يعني الحمد لله يعني قدرت يعني نسبت نفسي وسط اللعبة كبيرة دي. فبحمد ربنا طبعا التوفيق ربنا طبعا كان معي الحمد لله. معي لعبة كبيرة جدا في الفرقة بصراحة بتقف جنبي برضو. كابتن عاصم صلاح يعني ده اخوك كبير. يعني كابتن كعود كابتن محمود الساي كابتن وسامة يعني الفرقة بصراحة كلها بتقف جنبي. يعني الساعدة هنزنفولي كلهم بصراحة يعني يحبوني وكده الحمد لله يا رب احمد ربنا يعني 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 يبقى موجود معهم زي اخوهم كده. والله السنة دي طموح فورية البنك يعني آآ الحمد لله احنا السنة اللي فاتت ربنا كرمنا وقعدنا اخر عشر مطشاط من غير ولا هزيمة. فيهم اهلي برامد جيش المصري التحاد يعني فرقة كبيرة جدا. في انك تقضي اخر عشر مطشط تخلص من غير ولا اخسارة ويبقى فيها عزيمة واسرار من اللعبة كلها ان انت تبقى موجود. السنة دي فالحمد لله بنحمد ربنا. ومش عايزين نعاني المعاناة بتاع السنة اللي فاتت. بس فجبنا يعني النادي جاب صفكات جديدة يعقوب وهلال والعيش واحمد سعيد واصامة فيصل. الحمد لله يعني في طموح السنة دي مختلف. الحمد لله توفيق ربنا طبعا فوق كل شيء. كبني خالد قعد معنا والادارة عادت معنا ان احنا السنة دي. ليه لأ ما نبقاش موجودين مسلا في الاربعة خمسة الاوام. في ناس استغربت يعني يعني في فرق ناس استغربت. بس ليه لأ مش بيعاد على ربنا وطالما انت بتتعب وتكتهد ربنا هديك. بس الحمد لله دخلنا الموسم ده مطش الجيش الحمد لله مكسب ده يعني يعني دفع قوية طبعا في اول الدوري. وبعد كده الحمد لله بننهي النهارده بالمقولين مكسب لأ بنحمد ربنا طبعا. بس ليه لأ ان شاء الله يعني ما نبقاش موجودين على طول في المربع في الخمسة ستة الاوال. عشان برضو نبقى يعني موقعيين يعني ليه لأ ما تبقاش في الخمسة ستة الاوال. وسط الفلوس اللي بتتدفع وسط التدعمات اللي بتتدفع من الاندية كلها. لأ طبعا الدوري قوي جدا. يعني السنوات اللي فاتت كنت ممكن تقول مسلا من اول تلات اربعة متشاط ده وده وده هينزل. السنة دي لأ السنة دي كل الفرق من اللي لسه ما عندهش ابناطل اللي عنده خمستاشر البند. لأ دوري قوي جدا. يعني كله اهل زى مالك جرامت زى مصري ما يعني الفرق كلها جامدة. الفرق كلها بتصرف ودعم بشكل كويس جدا. بين اول مجلس التدارى بازن الله وكابنة خالد. يعني خلي بالك البنك الاهلي يعني فيه جماهير لنا كتير جدا يعني موظفين البنك انا مش عايز اقولك ان كلهم بيبعتو لنا بالقلافات. فان شاء الله نقدر نسعيدهم. ان شاء الله بازن الله واستاذ شامعوا كاشا واستاذ يحبوا الفتوح. بيقفوا معنا جامل جدا طبعا. وبيستندونا وان شاء الله بازن الله انا وعدهم ان شاء الله نبقى موجودة في حتة كويسة بازن الله. طبعا لما تيجي تلعب الاهلي والزمالك طبعا بتختلف عن اي فرقة في الدولة. حتى انت كلعيب يعني الجهاز ما بيجيش يتكلم معاك زي الماتشوات الباقي. الماتشوات الباقي اشدو حلكم لازم ان نكسب مش عارب ايه. الكلام ده كله. ماتش الاهلي والزمالك ما بيحتاجش كلام كتير. لان انت اللعيب نفسه بيبقى داخل عايز يقدم ماتشو كويس. عايز يزهر بشكل كويس. عايز يشرف نفسه. عايز يشرف ناديه. يعني كده. بس فكابتن خالد بيخش طبعا ماتش الاهلي والزمالك بيبقى ليه حسابات تاني. يعني بصراحة يعني ماتش الزمالك الاخير. احنا داخلين عايزين نكسب. طبعا انت نادي الزمالك نادي كبير جدا. ونادي الاهلي نادي كبير جدا. بس انت كلعيب كرة. ما كانش عندك الاسرار والعزيمة ان انت تبقى موجود قدام الاهلي والزمالك بشكل جامد. لا ما تلعبش. طبعا توفيق ربنا يعني بعد توفيق ربنا كل حاجة ربنا بيسايلها لك. لا طبعا نزلنا ماتش الزمالك. كنا عاملين ماتش كويس جدا. فيه ضربة الجزاء. يعني مضلك كده كرة في الايد. الحمد لله ربنا قررنا اطلعنا بونت. طبعا بونت كويس من نادي الزمالك. فريق كبير جدا. ماتش الاهلي. انا كنا مقفلين بشكل كويس جدا بنعم على جامعة المرتدة. جات لنا كان فرصة كده يعني تلات اربع فرص. كنا ممكن نقدر يعني نتعادل. وفيه اول نماتش فرصتين تلاتة. كنا ممكن نقدر نجيب ونقفل. بس فبنحمد ربنا طبعا احنا اطلعنا بونت من نادي الزمالك. نادي كبير جدا. ونادي الاهلي نادي كبير جدا. فماتش الاهلي طبعا احنا طالعين الاشرط الالوني سفر سفر ومضيعين فرصتين تلاتة. والاهلي ضيع فرصة او فرصتين. طبعا احنا اللعقة في الملعب حاسة ان يعني انت ماشي كويس. ليه لأ ما تتعدلش وليه لأ ما تجيبش جونه وتأمن وتأفل الدنيا تمام. قال لنا لازم ان ننزل نستغل الفرص اللي لينا ما نرجعش كتير او ورا. بس فالحمد الله برضو سقطة فيك ورا كده فالحمد الله طلعنا ماتش واحد سفر. ماتش الزمالك طبعا الكابتنين خالد نازل. يعني نركز نجيب جون في الاول ما يجيش فينا جون في الاول برضو. يعني الاهلي والزمالك لو جاب في الجون في الاول طبعا انت كفرقة لسه يعني مش يعني انت غير اهلي وزمالك وبرامز وكلام زي كده في جون في الاول الدنيا بتختلف شوية تحس ان الدنيا بيتهدى معك شوية. بس جبنا الجون وربنا كرمنا كنا مستحوزين في الشوت الاولاني يعني كنا مستحوزين كتير جدا. نزلنا الشوت التاني احنا نازلين عادي زي الشوت الاولاني بالزبط. بس طبعا انت بتلعب قدام الاهلي والزمالك طبيعي ان انت يعني بيبقى فيه تحفز شوية. بصراحة كابتن ما قالش يعني ان يرجع ولا اي حاجة ولا اللعيبة في الملعب اصلا رجعت ولا الكلام ده. بس هي يعني طبيعي ان الزمالك خسران فبيهاجم بيفتح كل اخطوطه. انت بتحاول تستغل الفرص يعني اللي بيجي لك. فالحمد لله جات للزمالك ضرب الجزاء واحنا جات لنا فرصين في الشوت التاني ما قدرناش نستغلهم يعني الحمد لله بنحمد ربنا طبعا على البند. احسن ما فيش طبعا. كابتن خالد اتكلم معنا بعد ماتش الاهلي كويس جدا يعني ما كانش فيه توفيه والحمد لله عملنا ماتش كويس بس مش عايزين ده ياخد من عالكم الناس تطلعت كلكم تقول انت عملتوا ماتش كويس بس في الاخر خسرنا. عملنا ماتش كويس قدام الاهلي بس خسرنا ما يكسبناش حاجة. كابتن خالد بعد ماتش الزمالك كانز اعلان شوية طبعا انه ما قدرش ياخدوا التلاتة بنت. كنا ممكن نقدر يعني كان خلاص فاضل حوالي عشرين دقيقة ويعني ناخد تلاتة بنت وطبعا هيدونا دفعة جمدة جدا انك واخدهم قدام ناجد الزمالك. كلم معنا كويس جدا برضو. خلاص الماتش خلص وخدنا بنت خلاص الماتش خلص. عندنا ماتش المقولين. الحمد لله يعني نقدر يعني نقدر نكسب عشان نخلص يعني نخش على فترة التوقف يعني بعشر نقط. الحمد لله ربنا كرمنا النهاردة وخدنا الماتش. ودرنا ناخد بعشر نقط وبازن الله ان شاء الله يعني ايه بعد التوقف نقدر ناخد برضو الماتشين اللي هيبقى فيهم فيه توقف بعد كده نقدر ناخد يعني الست نقط بإذن الله عندنا ستاشر نقطة في سبع في تمام ماتشات يبقى حاجة كويسة جدا يبقى لسه عندك تسعة ماتشات تقدر يعني تنافس بقى لانك تبقى تقول انا موجود موجودة بقى موجود في الاربع الاول في الخمسة الاول اللي ربنا يكررنا بازن الله تجمع اول حاجة ربنا كررنا في اول ماتش في الدوري كنا عاملينه بشكل كويس جدا وكان ميستر كروش والجهاز كله بتفرج على الماتش انا معرفت شغل بعض الماتش في التمرين تاني يوم كابتن كريم مدير الكورة تعنادي البنك قال لي اشد دحية لك المنتخب بيتكلم عنيك بشكل كويس وجهاز بيكلام عنيك بشكل كويس فما تكسلش ودي تديك دفع انك تبقى موجود بشكل كويس في الماتشين الجايين قبل التجمع بس فلعبنا ماتش الاهل بعدها الحمد لله قدرت عمله بشكل كويس بقى ماتش الاسماعيلي الحمد لله كسبنا وكنت موجود بشكل كويس توفيق ربنا طبعا بعد ده بقى عرفت ان التجمع المنتخب تاني يوم يعني تاني يوم الماتش الاسماعيلي طبعا قعد في البيت طول اليوم يعني بدأ ربنا طبعا نبقى موجود يعني يعني فرحة طبعا بس ما كنتش متكلم مع حد كتير يعني بس فكنت انا وامراتي خارجين برا مرة واحدة لقيت الادارة المنتخب بيكلمني عايزين البسبور وعايزين الورق الخاص بيك القائمة تنزل كمان ساعة فكنتش بتوقع وقال لي عشان انت فيه مرشح تبقى موجود فقلت له اسمه بس ما توقعتش بقى انا كنت في انتخب الولمبي كلمني قبلها بيوم فقلت لأ خلاص كده انا ممكن ابقى موجود ايه في كسر عرب وكده فالحمد لله الناس برضو بتتابعني وكده يعني حاجة كويسة من الناس بتتابعك بعدها بنص ساعة قلت حضرتك بتتكلمني الحمد لله لقيت الخبر كله نازل وكده ان انا موجود فماتش انجولا وماتش الجابون طبعا مفرحتي جدا وفرحة جبيرة جدا من والدي ووالدتي ومراتي واخواتي يعني وكل اهل بلدي بصراحة يعني انا بصراحة بقى بشكر اهل بلدي واقفين جمبي كتير جدا يعني اهل قرتي ام اخنان والناس دي ليها فضل كتير عليها جدا وبشكر والدي ووالدتي ومراتي يعني بيتعابوا معي جمبي جدا اخواتي يعني انا على طول طول الوقت مش موجود في البيت وانا ماشي بدعاهم كلهم بصراحة بس وانا بشكر ابوه يعني والدي ده واقف جمبي كتير جدا والدي تاجر خردة فكنت منزل اقف معاه في المغزن على طول فان شاء الله بازن الله رب انا اكرمني وقدر انا سعده وقدر اخليه في مكانة احسن بازن الله الحمد لله يعني الحمد لله احنا كنا عيدة متوسطة وكده فالحمد لله اقدر انقلهم نقلها كويسة بازن الله وسعيدهم بازن الله لان هما دول بصراحة يعني دعوات والدي والدتي دي وبالدنيا طبعا الشغل مش عيب انك تنزل تقف مع والدك ده مش عيب انا كنت مع والدي مانا عندي تسعة سنين كنت منزل اقف معاه في المغزن نوزن نعمل اي حاجة نشتغل نحمل حاجاتها على العربية انا كنت شايف ان دي ميزة مش عيب يعني في شابك كتير جدا دلوقتي مسلا بيستعب انه ينزل يشتغل المنزره لا انزل يشتغل وربنا يكرمك وقف جنب والدك وقف جنب والدتك عشان تقدر تتجوز تقدر تصرف على بيتك الحمد لله ربنا كرمني بامراتي اي مستحملان كتير جدا وربنا كرمني بزين الحمد لله فباحمد ربنا طبعا ده بصراحة اهلي قريتي مخنان كلهم كرموني في نادي اسمه ايجل ده عندنا في في البلد لقيت اهلي بلا كلهم واقفين ومستنيني بعد ما جيت من منتخب وكده وبيكرموني ومشكرهم كلهم باشكر صحابي كلهم طبعا الصحابي ده وقفين جنبي من زمان جدا فباشكرهم وبحمد ربنا ان انا يعني نعمة يعني يعني الناس تبقى قريبة مني وتحبيني انا اهلي بلد دي دول بصراحة يعني الناس محترمين جدا غلبة جدا بس باشكرهم جدا اول انضمام ليه طبعا للمنتخب انا كنت رايح طبعا تخش منتخب مصر الاول اول مرة في حياتك ده شعور تاني خالص بصراحة طبعا التداخل يعني بتبص الدنيا تشوف الدنيا ماشي ازاي كلام ده كله انا يعني انا عموما انا كلمي مش كتير يعني ما ماتكلمش كتير محد فكان على طول كافتان محمد شوق كافتان ديه وكافتان عصامة خش مع الناس وتكلم بصراحة الناس محترمين جدا كافتان واقي الجمعة يعني باشكرهم جدا بصراحة معملتهم حلوة جدا مستر كروش باشكره جامد جدا بصراحة بتحس ان انت بقلك كتير مع المنتخب رحنا اسكندرية طبعا قعدنا اقول يوم اتمررنا وكده واللعابة كلها بصراحة محترمين جدا تاني يوم او تالت يوم كابتان محمد صلاح جيه سلم علينا كلنا شد وحيلكم ان شاء الله تموجودين بشكل مستمر بازن الله يعني بصراحة ديك دفع طبعا يعني محمد صلاح بيتكال يعني يتكلم معاك وكده كابتان احمد فاتحي كابتان احمد حجازي بيتكلم يعني يتكلم معاك كتير جدا بصراحة كمدافع كابتان احمد صلاح طردت من التشيرت لقيت اوبا قولي يلا اخدني عالقودة وروحنا تصورنا بالتشيرت لأ يعني توضع ومحترم جدا وهزور وضحك وكفايا كابتان احمد صراح بس يقولك شد حيلك وتبقى موجود بس دي كفاية ده انا طبعا اول ما رحت ماتش الجابون اول طبعا ماتش دولي ليا هيدعى الدك برا الاجواء مختلفة جدا على الاجواء الدوري مختلفة جدا طبعا انت عارف الدنيا في افرقية عاملة ازاي بس فبين الشوتين لقيت مستر كوريش بقولي سخن كنت انا وكابتان افشا واحمد ياسر روين فهمت سخنته كده وطول الماتش بسخن في الاخر نزل كابتان محمود عليها حمدت ربنا ان انا كنت موجود وتمرنت تاني يعني في نفس اليوم كده اتمرنا تمانينة جامدة وماتش الجابون مستر كوريش ندع علي في الديعى ستين فضلت عادة عالدكة من الديعى ستين وقف بسخن وكده ونزلت في الديعى تمانين بس فعشر دقيقة طبعا او اتناشر دقيقة من احسن اتناشر دقيقة يعني احساس في حياتك طبعا انك تنزل اول ماتش دولي لك لأ طبعا فرقت معي جدا الاتناشر دقيقة دولي انا نزلتهم او تلاتاشر دقيقة وبسطر يعني بشكر مستر كوريش طبعا عالسكة ان يديني اخر ربع ساعة طبعا دي الحمد لله بعد الماتش قلت اشد على نفسي تاني في ماتشات الدوري يعني ماتشات الدوري هي اللي تخليني ابقى موجود تاني مش مع اسكر وروحت وخلاص رجعت لعبت انها تلات ماتشات الحمد لله لقيت نفسي موجود تاني ان شاء الله قدر ادوس على نفسي تاني عشان ابقى موجود بشكل مستمر في المنتخب مش مجرد ان انا بروح مرة وهتنسي وخلاص لا بازن الله نفسي بقى موجود على طول لا طبعا انا موضوع الخوف من الاماكن العالية ده طبعا من انا صغير يعني بخاف من الادوار العالية جدا بس فاول ما الطيارة تطلع كده بقى قافل الشبابيك وراح نايم كده شوية بقى بص يا عروض اهل الزمالك وما حدش اتكلم معي بحاجة رسمية بس طبعا انت عارف الوكرة كزا كزا وكيله كلمني فيه فيه اهلي في زمالك طالما محدش كلمك من اهل الزمالك لسه طبعا الدنيا ان شاء الله بازن الله اقدر ازهر بشكل كويس بس فان شاء الله بازن الله اقدر اعمل موسم كويس وانا موجود مع النادي بتاعي اقدر اخليه بازن الله يعني انا واللعيب اللي معاي يعني لعيبت الفرق كلها نقدر نخلي النادي موجود في وسط اه الناس الكبيرة بازن الله في الجدول وبصراحة انا اللي هو اشرف واساس محمد عبنى عمر عميد حاتم يعني دول يعني كل واحد يوم زي والدي يعني الناس محترمين بطريقة مش طبيعية يعني بيقفوا ورايا في كل حاجة يعني اي حاجة انا محتاجها في ظهري اي حاجة الفرقة محتاجة في ظهرنا صبرت الفرقة بطريقة مش طبيعية على طول موجودين في المعسكرات بتاعة الفرقة يشجعوا الفرقة يعني احنا خسرنا مطش سراميكا القسط نزل يعني طي انت فاهم ان فيه في اوقات فرق بتعطل وكده لأ خسرنا المطش كان سوق توفيق عادي مفيش مشكلة وهنكسب وان شاء الله ربنا يكرمنا خدنا اربعة منط بعدها يعني الناس بصراحة محترفين بشكل كبار جدا فلو جات اي حاجة هتبقى عن طريق النادي اي لعيب في مصر يتمنى يلعب الاهل والزمالك ان شاء الله ربنا يكرمنا ليلة مجيش حاجة احتراف ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم ممكن ربنا يكرمك في يوم وليلة تلاقي نفسك برا مصر يعني انت فاهم الكرة في يوم وليلة ممكن عرض من برا لعب تلاقي نفسك الدنيا ماشي معاك كويسة العيلة منقسمة اهلي الزمالك يعني والدي والدتي واتنين اخواتي اهلي وليه يا اختي زمالكوية متعصبة لقى الجز اختي اللي خلنا نلعب الكرة ده طبعا اهلاو وميراته هي زمالكوية فخناقات في البيت كتير انت شايف ان المهاجمين في الدوري جامدين جدا يعني في بيرستا وجامد جدا في محمد شريف طبعا صراحة انا شايفه الرقم واحد في مصر يعني محمد شريف فرود جامد جدا سريع قوي يعرف يخطف يعني فاهم الفرود اللي ريخم يروح وييجي وكده بس ففي اوباما ما بيلعب شوية تحت راس الحربة ريخم شوية برضه في الفرود بتاع امي اه كويس جدا اه كويس جدا برضه قوي جدا وحضا جامد بس طبعا افضل حداشر اختارهم المنتخب اللي انا شفتهم كابتن عسام الحضري اه كابتن احمد فتحي كابتن هاني سعيد كابتن واي الجمعة اه كابتن سيد معوض كابتن محمد شوي اه كابتن حسن عبدالربو تلاتة اه كابتن ابوتريكا اه كابتن محمد صلاح اه كابتن عبدالله السعيد وفرود طبعا اه يا كابتن ميدو افضل تشكيل حداشر في الدورة في الست جولات دول طبعا من غير لقيت البنك الاقلي عشان طبعا دي في ريدي كابتن محمد الشناوي محمد حمدي باكليفت بيراميدز اه اكرم توفيق بدر بنون اه الوينج حمدي فتحي اه السولية كابتن عبدالله السعيد كابتن افشا اه احمد رفعت وابوكا الفانتازي الدورة المصري اه اختار كابتن محمد الشناوي طبعا نادي الاهلي الزنفلي حارز دعنا طبعا ربنا معا ان شاء الله اه كابتن علي معلول خط الدفاع كابتن وينج فتح الله محلة اه اخد عب مينعم فيوتشور وسامة برايم هو عام كابتن السامة العيب كبير اخد في خط الوسط اه احمد رفعت برايم عادل وزيزو مصطفى فتحي وبرسي تام اه خط الرجمة اخد ابوكا وكابتن فادي فارين ومران حمدي اشتركوا في القناة